مرحبا اليوم عندنا شرح قاعدة جديدة وهي قاعدة الجمع بس بهاي القاعدة ما رح ناخذ الجمع باضافة S او الجمع باضافة ES بنهاية الجملة وانما رح ناخذ الجمع اللي هو يكون غير منتظم او غير قياسي بهذا الجمع الغير القياسي او الغير المنتظم رح يتغير شكل الكلمة كليا رح نكتبها بشكل ثاني وهاي القاعدة تخص بعض الكلمات وايضا هاي الكلمات احنا لازم نحفظها على مدمن تجينا قبل نعرف جمعها ومن هاي الكلمات هي كلمة ومن بالجمع تصير ومن اتحول الاي الى اي وايضا كلمة من بالجمع تصير من ايضا حولنا الاي الى اي كلمة تشايلد تصير تشيلدرن بالجمع كلمة برسن من نريد نجمع برسن اللي هي شخص من نريد نقول اشخاص نقول بيبل برسن تصير بيبل ايضا كلمة فوت تصير فيت اللي هي الفوت هي قدم فيت اقدام كلمة توث سن تصير تيف اسنان وايضا غيرها من الكلمات خلينا نرجع للامثلة اللي منطينا ياها بالقاعدة ونشوفها المثال الاول شي يقول the men's favorite sport is tennis يساوي one man هاي اليساوي one man معناه انه اكو رجل واحد بهاي جملة كلمة men's هاي رجل واحد لانه هاي الاس هي اس الشخص الثالث باززف اس وشرحت اس الشخص الثالث بفيديو سابقا رح اخلي لكم الرابط ماته بصندوق الوصف تقدرون تشوفو شلون نعرف هاي الاس هي اس الشخص الثالث فرح اخلي بصندوق الوصف فهنا عدنا كلمة man نلاحظ انه بالاي قلنا سابقا انه اذا بالاي هاي مفرد جمعها man لذلك كلمة man's هنا هي رجل واحد اما المثال الثاني the man's favorite sport is tennis يسوي more than one person sorry more than one man لاحظنا انه بكلمة man اكو i يعني اتحول الاي الى i وهذا هو جمع كلمة man اذا عدنا اكثر من رجل favorite sport هي معناها الرياضة المفضلة favorite مفضل sport رياضة is tennis tennis هي هنا رياضة التنس اوكي خلنشوف الكتابة جوا make sentences with women and children هنا women بالاي يعني نساء جمع يعني وchildren ايضا جمع واللي معناها اطفال يقول كون جملة باستخدام الومن والتشالدرن شي سهل جدا جدا عرفنا انه هاي جمع وعرفنا شنو معناها يبقى بس انه نخليها بجملة مفيدة وها هي مثلا نقول the woman the woman favorite hobby is shopping اما في جملة اخرى اما في جملة اخرى the woman favorite hobby is shopping نلاحظ انه بالجملة الاولى استخدمنا woman بالاي واللي معناها امرأة وحدة اما بالجملة الثانية woman بالاي واللي معناها اكثر من امرأة وهكذا وهذا كل اللي يتعلق بقاعدتنا لليوم قاعدة سهلة مجرد انه احفظ الكلمات انه شون تصير بالجمع وها هي بس ولا تنسون لايك للفيديو واشتركوا بالقناة على موديوصلكم كل شي جديد وتستفادون اكثر واي سؤال كتبوا لي بالتعليقات واني فورا رح اجاوبكم مع السلامة باي باي